شيئا فشيئا تطفو ملفات الفساد على السطح عقب تكليف محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة فيبدو أن الأخير أمام اختبار صعب وملفات شائكة تنتظره بسبب الوضع السياسي في البلاد تركة ثقيلة في القصر الرئاسي خلفتها حكومة تصريف الأعمال التي تغذت على تراكمات الانسداد السياسي في شلل استمر عاما كاملا منذ بزوخ نتائج الانتخابات المبكرة فملفات الفساد بانت بعد تكليف السوداني مما وضع أمامه تحديات أهمها محاربة الفساد المستشري على مدى عدة سنوات في حقيقة الأمر أن حكومة السيد محمد شياع السوداني ستواجه الكثير من التحديات نتيجة التركة التي تركتها الحكومة السابقة المتمثلة بالسيد الكاظمي ولعل ما حصل مؤخرا من اختفاء بعض المبالغ المالية الطائلة هي خير دليل على ذلك ولم تكن ملفات محاربة الفساد أكبر تحديات السوداني فهمس الكتل السياسية المعارضة خلف الأبواب المغلقة وخصوصا بعد خروج الصدر من صمته السياسي معلنا رفضه لهذه الحكومة جعله أمام وقع معالجة التراهلات السياسية والخروج بحكومة مرضية لأقطاب السراع السياسي إلى حد كبير أول مهمة ستواجه حكومة السيد السوداني أو المرتكز يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هو الاستقرار السياسي وبالتالي فإن هذا الاستقرار سيكون موازي أو يسير بمعية تفعيل آليات مكافحة الفساد وهنا نعني الفساد بكافة أنواعه ورغم تحقيق أولى خطوات معالجة الانسداد السياسي بتكليف رئيس الجمهورية تبقى الأنظار إلى ما بعد إعلان السوداني لكابينته الوزارية زيدي شيهي برابعة بابل